اشتركوا في القناة معارك عنيفة في جبهة مأرب والجوف والطيران يدمر عربات عسكرية للحثيين في صعب المركز الوطني للارصاد يتوقع استمرار هطول الامطار على عدد من المحافظات خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة اهلا بكم الى نشرة الاخبار من يمن شباب قال مصدر عسكري ان دفاعات المنطقة العسكرية الاولى المنتشرة بوادي وصحراء حضر موت تتصدى منذ اكثر من ساعتين لطيران مسير يحلق على مقر قياداتها ومعسكرات اخرى ونقل مراسل يمن شباب في سيئون عن مصدر عسكري ان التصدي ما زال مستمرا للطائرات التي اوضح انها اكثر من اربع طائرات دون معرفة مصدر انطلاقها ورجح المصدر العسكري ان تكون الامارات هي من تقف خلف الحادثة كون حلفاء الامارات يواصلون التحرض على قوات الجيش الوطني تتواصل ردود الرفض المحلية لما يسمى باتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات والكيان الصهيوني وادان المستشار الرئاسي عبد الملك المخلافي اتفاق التطبيع وقال انه غير مبرر ومدان واشار المخلافي في تغريدة على تويتر ان التطبيع الاماراتي مع العدو الاسرائيلي غير مبرر ومدان من كل الشعوب العربية واعتبر المخلافي الخطوة بانها تنكر للعروبة ولقيم الامة وثوابتها ومواثيقها واتفاقاتها ومصالحها وتشكل تفريطا بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الاخرى التي تستهدف الامة ووصفت ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي التطبيع مع اسرائيل بانه جناية تاريخية بحق الشعوب وتلحق الهوانة بالانظمة المهرولة نحوه وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده قد تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع الامارات على خلفية اتفاق السلام بين ابو ظبي وتل ابيب واكد اردوغان اليوم الجمعة ان تركيا تقف الى جانب الشعب الفلسطيني ولم ولن تترك فلسطين لقمة سائغة في تعز نفذ ثوار ساحة الحرية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني عقب ادائهم شعائر صلاة الجمعة وندد الثوار بعملية التطبيع الاماراتي مع الكيان الصهيوني معتبرين هذا الموقف خيانة عظمى للقضية العربية والاسلامية المقدسة والمبادئ والقيم الانسانية والقوانين والمبادرات المعمولة في حل القضية الفلسطينية ورددت الحشود هتافات تضامنية مع فلسطين شعبا وارضا مجددة ولا اهالي القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للامة وداعية ان نخب المجتمعية الى نشر الوعي المجتمعي بخطورة المشروع الاماراتي الذي اصبح اداة لاسرائيل في المنطقة العربية واعتبرت الحشود ان الامارات العربية المتحدة لم تخن القدس وفلسطين فحسب اعلانها التطبيع مع الكيان الصهيوني وانما خانت العروبة والاسلام والمبادئ والقيم الانسانية والقوانين والمبادرات المعمولة في حل القضية الفلسطينية على صعيد متصل اعلنت الحكومة الشرعية موقفها من اتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات والاحتلال الاسرائيلي برعاية امريكية وقال وزير الخارجية في الحكومة محمد الحضرمي ان موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية سيظل ثابتا ولن يتغير واضاف في تغريدة نشرها حساب وزارة الخارجية على تويتر ان موقفنا في الجمهورية اليمنية سيظل ثابتا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واكد الوزير الحضرمي ان الشعب اليمني سيظل داعما للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في ارضه ودولته ولن نحيد وفي موقف مغاير ايد القيادي في ميليشيا الانتقالي هاني بن بوريك الاتفاق الموقع بين الامارات والاحتلال الاسرائيلي ووصفه بانه قرار شجاع من قائد حكيم في اشارة الى ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد ودفع بن بوريك في تغريدة على تويتر عن الاتفاق وقال انه وضع خارطة طريق نحو تعاون مشترك مع اسرائيل وصولا الى علاقات ثنائية مع الامارات ومضى القيادي في ميليشيا الانتقالي في دفاعه عن الاتفاق بالقول انه سيخدم خيار العربي في حل الدولتين وخدمة الشعب الفلسطيني وانهاء المتجرة بالقضية وعلى ذات الصعيد نشر موقع انتليجنس اونلاين تقريرا قال فيه ان الامارات تحث تدريجيا الحركات التي تدعمها على قيادة وتطبيع علاقاتها مع اسرائيل وان المصالح الاقتصادية والامنية وراء هذا التقارب واشار الموقع الى ان الامارات كانت تسير في تطبيع علاقتها مع اسرائيل منذ عدة سنوات وان حلفاء ابو ظبي يحذون الان حدوى راعيتهم الموقع اكد ان ميليشيا الانتقالي الجنوبي التي تدعمها الامارات ابدت استعدادا لاقامة علاقات مع اسرائيل وتجري معها حاليا محادثات سرية اعلن مكتب المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جريفث اليوم الجمعة انتهاء جولة المشاورات التي بدأها يوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض لبحث مقترحات حول الحل السياسي في اليمن وقال مكتب المبعوث الاممي في بيان على تويتر ان جولة جريفث للرياض جاءت كجزء من عملية الوساطة المستمرة للتوافق حول اعلان مشترك بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوث الانقلابية للاتفاق على وقف لاطلاق النار ومجموعة من الاجراءات الانسانية والاقتصادية والاستئناف العاجل للعملية السياسية واضاف ان النقاشات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين تضمنت ايضا بحث الحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة لتحييد الخطر الذي يمثله خزان صافر النفط العائم اشترطت ميليشيا الحوث الانقلابية الاحتفاظ بالنفط الخام على متن الناقلة صافر وعدم تفريغها مقابل السماح باجراءات عمليات تقييمها واصلاحها وقالت مصادر مطلعة ان ميليشيا الحوثي تقدمت بطلب ابقاء النفط على متن الناقلة وعمل الصيانة فقط مضيفا ان الميليشيا تهدف من هذا الشرط الى استخدام ورقة النفط كورقة ضغط وقنبلة موقوطة لاستخدامها مستقبلا في ابتزاز المجتمع الدولي حسب ما اوردته الشرق الاوسط وتقضي الخطة الاممية بتقييم الناقلة صافر واجراء الصيانة اللازمة لها وتفريغها من النفط بشكل فوري تجنبا لحدوث اي تسرب قد يؤدي الى كارثة بيئية واقتصادية يصعب التعامل معها مستقبلا من جانبه افاد مسؤول حكومي يمني بان احد السيناريوهات المطروحة لحل مشكلة صافر هو قطر الناقلة وعمل الصيانة لها في احد الموانئ القريبة مشيرا الى ان ذلك يمثل مصدر قلق بالنسبة للحوثيين ايضا بحسب الصحيفة عسكريا اندلعت معارك وصفت بالعنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بني نوف من جهة وميليشيا الحوث الانقلابية من جهة اخرى في جبهة العلم بالجوف وقال مصدر ميداني ليمن شباب ان المواجهات نشبت في الساعات الاولى من اليوم الجمعة اثرى محاولة حوثية فاشلة للالتفاف على جبهة العلم شرق محافظة الجوف على الحدود مع مأرب واضاف المصدر ان المواجهات خلفت قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في حين تحاصر قوات الجيش والمقاومة عناصر من ميليشيا الحوثي في ابرق الخليلة في صعدة دمرت غارات لطيران التحالف العربي آليات عسكرية لميليشيا الحوثي في مديرية كيتاف واوضحت مصادر عسكرية ان طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات حوثية لعدد اربع عربات مع الافراد بالقرب من الخط الدولي بوادي آل بجبارة مديرية كيتاف وبحسب المصادر كانت العربات تحمل ذخائر وأسلحة وقد شهدت وهي تنفجر وتحترق في جبهة المقدرة غرب مأرب قتل نحو 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع الجيش الوطني فيما تتواصل المعارك في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء وقال مصدر عسكري ليمن شباب ان المعارك في جبهة نجد العتق تتواصل لليوم الثالث على التوالي وستتقدم للجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وخسائر كبيرة لميليشيا الحوثي في الارواح والعتد وذكر المصدر أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة نفذت كمينا محكما لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غرب مأرب وأصفر الكمين عن مقتل 12 حوثي وإصابة آخرين في ملاذ من تبقى من العناصر المتسللة بالفرار تحت ضربات الجيش واستعد الجيش الوطني عربة بي أن بي وأربعة أتقم قتالية وكميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت بحوزة الميليشيا هزائم متلاحقة تتلقاها ميليشيا الحوثي على أطراف محافظة مأرب التي كسرت شوكة الانقلابيين وفاجأتهم قوات الجيش والقبائل بصمود أسطوري فضحت العزة الحوثي عن التقدم وتحقيق أي نصر يذكر يغرق الحوثيون في أطراف مأرب بمزيد من الهزائم والخسائر على وقع سيول الجيش الوطني والقبائل التي تزداد غزارة على رقعة جغرافية تنتد من قرب مفرق الجوف وأطراف مديرية مجزر شمال المحافظة مرورا بصرواح غربا حتى قاني الواقع ما بين مأرب والبيضة على امتداد تلك الرقعة يلهث الحوثي بدعم إيراني وراء ثلاثة محاور دفعة واحدة وتتحرك ميليشياته فيها مستضلة ومحتمية بطائراتها المسيرة من الجو لكن هو في كل مرة تتلقى خسائر كبيرة هناك في صرواح وتتكبد هنا هزائم أكبر على أطراف مديرية مدغل وتخوم مديرية مجزر على مقربة من مفرق الجوف وسط صمود أسطوري لقوات الجيش الوطني والقبائل التي لا تملك إلا خيار المقاومة وهزيمة الحوصيين بعد تعنتهم وإفشالهم لكل المبادرات السياسية وانقلابهم على كل الاتفاقيات ومن الواضح أن الميليشيات تنتهج تكتيكات عسكرية جديدة في هذه المناطق سعيا وراء إنقاذ نفسها من الورطة التي وقعت فيها قبل أن تصل إلى أطراف مأرب ومن الواضح أكثر أن قوات الجيش الوطني والقبائل أفشلت كل تلك التكتيكات والخطط التي أرتدت على الميليشيا في كل مرة توقع الحوصي ومن ورائه إيران أن معركته ستكون خاطفة لكنها تحولت إلى معركة قاسية وطويلة استنزفته سياسيا لأنه كان قبل عام قد أكد للأمم المتحدة والمبعوث الأممية عزمه وقدرته على دخول مأرب خلال شهر ليتضح فشاله بعد ذلك وفضح عجزه أمام المبعوث ومثل ما فضحته مأرب سياسيا استنزفته عسكريا لأن قوات الجيش الوطني حصدت أعدادا كبيرة من قادته الميدانيين ودمرت جزءا كبيرا من عتاده العسكري التقيل بالإضافة إلى أنها استنزفت سمعته أمام القبائل كونه يعتمد عليها في العنصر البشري من خلال تضليلها أما اليوم فأصبح غير قادر على ابتكار مبررات جديدة تعيد استيقظ به في نفوس شيوخ القبائل الذين ليس لهم قضية يقاتلون معه من أجلها في حين أن من تورط منهم بات يدرك أن الميليشيا غرقت في الهزيمة وأن انتصارها مستحيل في الحديدة كففت ميليشيا الحوثي الإنقلابية من عمليات القنص وقصف الأحياء السكنية والمواطنين في مدينة حيس وقالت مصادر محلية ليمن شباب أن قناصة ميليشيا الحوثي قاصفت بالقذائف وفتحت نيران أسلحتها القناصة عيار خمسين على الأحياء الآهلة بالسكان والمدنيين بشكل مباشر وعضفت المصادر أن استهداف قناصة الميليشيا للأحياء السكنية والمواطنين سبب حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين وتضرر عدد من المنازل هذا وتواصل الميليشيا استهداف الأحياء السكنية والمواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة وهو ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين في تعز تمكنت الحملة الأمنية صباح اليوم الجمعة من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين أمنيا غرب المدينة وبحسب مصادر أمنية قالت ليمن شباب إن الحملة المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو هيثم الوقار ومهيوب الوقار في مديرية جبل حبشي غرب المدينة وهما من أبرز العناصر المتهمة بتهريب المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوث والمتسببة بإثارة الفوضى في المنطقة ويعد المدعوان الذان ألقي القبض عليهما من أسرة مدير أمن مديرية جبل حبشي السابق والمتمرد توفيق الوقار والذي فر هاربا إلى منطقة الكدحة بعد ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية نبقى في تعز حيث أصيب ثلاثة من بائع القات في منطقة المركز بمديرية الشمايتين جنوب المحافظة برصاص قوات أمنية إثر خلافات على ضريبة القات وقال مصدر محلي ليمن شباب إن عناصر من القوات الخاصة في مداخل منطقة المركز أطلقت النار على بائع القات إثر رفضهم تسليم ضريبة القات ما أسفر عن إصابة ثلاثة من الباعة وتكسير أحد الباصات التابعة لهم من جهتهم قام بائع القات في المركز بإحراق الإطارات تعبيرا عن غضيهم من رفض أو من فرض ضرائب مضاعفة على مبيعاتهم مطالبين السلطات المحلية بوضع حد لهذه التصرفات أعلن رسميا عن تحركات بين القيادة الشرعية وميليشيا الانتقالي الإماراتي لتشكيل الحكومة الجديدة وفقا لمنص عليه اتفاق الرياض وذكرت وكالة الأنباء سبأ أن رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك بدأ مشاورات مع مؤثلين عن الانتقالي لمناقشة أولويات الحكومة الجديدة والتركيز في تشكيلها على ذوي الكفاءات والخبرات المشهودة وبحسب الوكالة فإن اللقاء الذي تم بين الجانبين في الرياض جاء في مستهل بدء المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها في جوانب الإصلاحات وتوحيد الصف الوطني في معركته المصيرية لإنهاء الانقلاب الحثي واستعادة الدولة وإنقاذ الاقتصاد وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وشدد اللقاء على أن تستوعب أولويات الحكومة الجديدة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والخدماتية والاقتصادية في ضوء المسجدات والأزمات المركبة الراهنة وأهمية إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة وتجفيف منابع الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه السكان طالب مجلس قيادة المقاومة الجنوبية بالحصول على استحقاقاته حسب اتفاق الرياض على الصعيد السياسي والعسكري والأمني مشددا على أن إشراك القوى الفاعلة في الميدان يضمن نجاح الاتفاق وجاء في بيان للمجلس مساء الخميس مطالبته قيادة الشرعية والتحالف العربي باعتبارها الضامنة لتنفيذ اتفاق الرياض بإعطاء مجلس قيادة المقاومة الجنوبية استحقاقه في الاتفاق والتشكيل الحكومي الجديد نظير ما قدمه مجلس قيادة المقاومة وما زال يقدمه من تضحيات وملاحمة سطرها في تحرير كافة المحافظات الجنوبية فضلا عن وجود كوادر قادرة على إدارة مصالح المواطنين وأكد المجلس في بيان أمس الخميس دعمه لجهود تنفيذ اتفاق الرياض لنبذ العنف والاقتتال بين جميع الأطراف السياسية والمكونات الجنوبية وطال باب المضي نحو تنفيذ اتفاق الرياض دون أي تجاوزات وأكد مجلس قيادة المقاومة الجنوبية وقوفه خلف الرئيس عبدرب منصور هادي ومع مشروعه في القضاء على ميليشيا الانقلاب وبناء يمن اتحادي من ستة أقاليم وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وبذل الجهود لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة إعمار البنية التحتية أعلنت اليونان عن أول إصابة بفيروس كورونا في أحد معسكرات طالبي اللجوء المكتظة وتعود ليمني في الخامسة والثلاثين من العمر وقال مسؤول بوزارة الهجرة إن يمنيا يعيش في مخيم فيال بجزيرة خيوس جاء نتيجة اختباره أو جاءت نتيجة اختباره إيجابية في ساعات متأخرة من مساء يوم الأربعاء مضيفا أن المصاب تم وضعه في الحجر الصحي في المستشفى المحلي وتعد حالة الإصابة هذه الأولى المتعلقة بمعسكر جزيرة خيوس حيث يحدث أسوأ اكتباض طالب عدد من اتحادات طلاب اليمن في الخارج الحكومة الشرعية بإقالة السفير اليمني في موسكو أحمد سالم الوحيشي وذلك لمخالفته العرفة الدبلوماسي وامتهانه كرامة الطلاب اليمنيين في روسيا بحسب بيان صادر عن اتحادات الطلبة في عدة دول وأكد البيان الصادر عن اتحادات الطلبة اليمنيين في السودان وماليزيا وروسيا وباكستان والمغرب وتركيا وألمانيا والصين والهند وبولندا وكوبا أكد متابعته بقلق بالغ عبث الجهات الرسمية في التعليم العالي وبعض السفارات بمستقبل الطلاب اليمنيين في الخارج والتأخير غير المبرر في صرف مستحقاتهم وقال البيان إنه رغم الوعود المتكررة بحل قضايا المبتعثين يزداد وضع الطلاب ومشاكلهم سوءا وتعقيدا تزامنا مع إجراءات الإقصاء واللامبالات والتقسير والإهمال من قبل جهات الابتعاث وبعض السفارات وكانت الشرطة الروسية قد أوقفت يوم الأربعاء سبعة طلاب يمنيين مبتعثين للدراسة في موسكو خمسة منهم ضباط شرطة وذلك بطلب من السفير أحمد الوحيشي وفق بيان للجنة التحضرية لاتحاد طلاب اليمن في موسكو تشهد أسواق الذهب في البلاد حركة واسعة منذ نهاية الشهر الماضي مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس خلال هذه الفترة التي تعرف بموسم الأعراس إضافة إلى ما تشهده الأسواق العالمية من ارتفاعات متواصلة في أسعاره منذ نحو ثلاثة أشهر اشتعل سوق الذهب محليا محققا أرقاما خيالية لأول مرة في اليمن حيث وصل سعر الجرام الواحد في أسواق تعز إلى أربعين وأربعين ألف ريال وسط استمرار الطلب واستغلاله في مغالاة الأسعار التي تتأثر بصعود البورصة العالمية والعملات الأجنبية غير أن ذلك لا يحدث كعملية عكسية أثناء تراجع أسعار البورصة أو العملات نذاب الان تأثره بالنفاق نشتري الكرام الهربعين وخمسمية والبيع أربعة واربعين إلاvellى أربعة واربعين وخمس النصر في مصعية زيادة في مصعية مصعية على مقس وهذا بسبب الأنصة العالمي في ارتفاع الأنصة في تدهور العملة عندنا بهذه السبب في الشركة والبيع فيه إقبال على الشركة فيه على البيع فيه ناس يبيعوا فيه ناس يشتروا استمرار الطلب وعدم تأثره بالارتفاع خلق منافسة بين التجار دفعت بهم إلى رفض السوق بأشكال وعيارات مختلفة أحدثت تنوعا في العرض مؤاتيا للطلب ومواكبا للسوق العالمية نحن مواكب السوق العالمية يصنعوا أشغال على تشكيلات القديد طبعا صنعوا كل ورش محلية هنا صنعوا بعدان ورش كله هنا يصنعوا لا يوجد خارج هائيا لا إمارتي ولا كويتي ولا بحريني ولا يقولوا تركي اللهم النقشات النقشة تركي بس سلكت أسعار الذهب مسارا تصعوديا منذ النصف الثاني من العام 2018 عدا مرة واحدة تراجع فيها إلى 17 ألف ريال للجرام الواحد ومنذ ذلك الحين ارتفعت الأسعار تدريجيا إلى 28 ألف ريال حتى أواخر 2019 ليرتفع بشكل جنوني في العام 2020 محققا أرقاما قياسية للشراء والبيع معا أخذت أسعار الذهب في اليمن منحنا تصعوديا منذ أن بدأت أسعار العمولات الأجنبية بالارتفاع أي منذ بدء الحرب سعر الجرام الواحد للذهب كان قبل الحرب 11 ألف ريال الآن وصل إلى أكثر من 44 ألف ريال وهذا رقم كبير جدا يشير إلى حجم التضخم في جميع القطاعات الاقتصادية باليمن مؤشرات البورصة تقول بأن أسعار الأنصة العالمية للذهب أخذت مسارا لارتفاع منذ أبريل الماضي حتى تجاوزت العشرة في المئة في يوليو تموزا من العام الجاري غير أن الهبوط والصعود في الأسعار العالمية خلال أغسطس الجاري أثرت على سوق الذهب المحلية تأثيرا أحاديا اقتصر على الصعود فقط على الرغم من ارتفاع الذهب خلال النصف الأول من العام 2020 إلى نحو 57% عن أواخر العام 2019 إلا أن السوق المحلية لم تتأثر بشكل كبير كونه أصبح ملاذا آمنا للكثير من مدخري الأموال بعد انحسار العمولات الأجنبية في السوق المحلية عبدالعز الدمحاني من شباب تعز قال مدير مكتب النظافة والتحسين بمأرب محمد عطية إن المكاتب التنفيذية في مأرب تعمل بكل جهد ضمن لجنة الطوارئ لمواجهة تداعيات الأضرار التي تعرضت لها المحافظة في جانب الطرقات والنازحين بفعل السيول والأمطار وأشار إلى أن هذه الفيضانات والسيول والأمطار كانت تنبيها وإنذارا للدولة والمواطنين لمعرفة مكامن الخلل في البنية التحتية وإقامة مصدات للمياه والابتعاد عن البناء في ممرات السيول بسبب جائحة السيول الغزيرة التي اجتاحت محافظة مهرب تحرك الصندوق النظافة والتحسين مع بقية الجهات ذات العلاقة إلى النزول الميداني وما تشاهده الآن من المعدات ومن العمل الميداني الذي يجري هو نتاج لهذه الجهود أو المتمثلة في ردم الأماكن القريبة من الخطة حتى يتم منع السيول من الوصول إليها ألقت أزمة الوقود التي تطوق مختلف المحافظات بظلالها على الانتاج الزراعي في البلاد حيث تراجعت كمية المحاصيل الزراعية بنسبة كبيرة وأغرقت القطاع الزراعي في معضلات وإشكاليات إضافية ألقت أزمة الوقود التي تطوق مختلف المحافظات اليمنية بظلالها على الانتاج الزراعي في البلاد حيث تعاني المحاصيل الزراعية أوضاعا مأساوية وتعذر الرئي المزروعات نتيجة استمرار اتكرار الأزمة المشتقات النفطية وخصوصا مادة الديزل ما سبب أضرارا وصفت بالكارثية على القطاع الزراعي في اليمن وتهدد بتعطيل الموسم الزراعي وفقدان فئة كبيرة من اليمنيين لمصدر دخلهم الوحيد وتهدد أزمات الديزل المتكررة بهلاك مئات الآلاف من الهكتارات الزراعية في البلاد حيث تشير تقديرات رسمية إلى تضرر أكثر من ثلتي القطاع الزراعي في اليمن نتيجة أزمات الوقود المتكررة التي تضرب مناطق ومحافظات يمنية وتكون النكاسات أزمة المشتقات النفطية أشد عند ظهور الأزمة بين موسمين زراعيين أو بداية موسم حيث يعد كارثة حقيقية كما حصل في أزمة سبتمبر 2019 والأزمة الحالية المستمرة ولفت مزارعون إلى أنهم يقضون معظم أيام المواسم الزراعية في ملاحقة الديزل وجمع ما توفر من أموال للبحث عنه وشراؤه حيث أدى شحة المعروض من الديزل إلى تكبيد المزارعين خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنفاق عليه وشرائه من السوق السوداء بسعر مضاعف إضافة إلى تلف المحاصيل وتعد الزراعة من أهم القطاعات الانتاجية في الاقتصاد اليمني وتنبع هذه الأهمية من كونها إحدى القطاعات الرئيسية المساهمة في النتج المحلي الإجمالي اتصل مساهمتها إلى نحو 12% إضافة إلى كونها القطاع المنتج لسلاع الغذاء وللمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات وتتصدر زراعة القطاعات الأكثر استيعابا للأياد العاملة في اليمن مع وجود نحو مليوني عامل يشكلون نحو 53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد ونتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي إن عاكس ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات من الخضروات والفواكه وحتى الحبوب على نحو مبالغ فيه يقابله تدهور في القدرة الشرائية لدى المواطنين توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة وأوضح المركز في نشرته التنبيهية اليوم الجمعة أن أمطارا متفاوتة الشدة بيصاحبها الرعد أحيانا ستهطل على أزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وستكون أكثر غزارة على محافظات إب وتعز ولحج وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوى والمهرى وحضر موت ولا يستبعده طول أمطار متفرقة على أزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة كما توقع المركز أيضا أن تستمر الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرة وشرق خليج عدن وتصل سرعتها إلى أربعين عقدة نهاية نشرتنا نذكركم بعناوينها احتجاجات في تعز رفضا لاتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني والانتقال الجنوبي يؤيد الاتفاق معارك عنيفة في جبهات مأرب والجوف والطيران يدمر عربات عسكرية للحثيين في صعدة المركز الوطني للأرصاد يتوقع استمراره طول الأمطار على عدد من المحافظات خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة